أثار تقدم قوات البيشمرقة التابعة لإقليم كردستان في محيط مدينة الموصل حفيظة الحكومة المركزية في بغداد حيث دعى رئيس الوزراء حيدر لعبادي حكومة الإقليم إلى عدم استغلال الوضع الراهن والتوسع في المناطق المتنازع عليها في نينوى حكومة الإقليم التي باركت تقدم قواتها في سهل نينوى رفضت طلب الإعباد الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها وعززت هذا الرفض بقرار من مسعود البرزاني بوصفه القائد العام لقوات البيشمرقة يدعو فيه المقاتلين إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان التي تقضي بعدم التهجير القصري دون مبرر قانوني مع ضمان حرية تنقل المواطنين وهو ما عد إشارة إلى أن قوات البيشمرقة تختلف عن ميليشيا الحجد الشعبي حيدر لعبادي الذي طالب قوات البيشمرقة بعدم التقدم باتجاه الموصل حتى وإن كان ذلك دعما للقوات العراقية قال إن تقسيم الموصل أمر مرفوض وأن هناك تفاهما مع حكومة الإقليم يقضي بعدم توسعها خارج مواقعها الحالية هذا الأمر ناقضه المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دازي الذي قال إن البيشمرقة جزء من منظومة الدفاع العراقية وإن قوات الإقليم ستواصل تقدمها حتى تحرير كامل المناطق الكردستانية وهي المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور التي تعرف بالمناطق المتنازع عليها موقف الإقليم أيده ضمنا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عندما قال إن مساهمة قوات البيشمرقة في عمليات السعادة نينوى أضافت زخما إلى الجهد العسكري يستحق الإشادة والتقدير وهو ما عده المراقبون استمرارا للسجال السياسي الذي تشهده الساحة العراقية اشتركوا في القناة